هذا ونقل تلفزيون الأقصى عن قيادي كبير في حركة حماس قوله إن أي هجوم بري للجيش الإسرائيلي على مدينة رفح يعني نصف مفاوضات التبادل وأكد القيادي بالحركة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو يحاول تهرب من استحقاقات صفقة التبادل بارتكاب إبادة جماعية وكرثة إنسانية جديدة في رفح وفق تعبيره ترجمة نانسي قنقر